بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الفراخ أو رؤية الدجاج هنتكلم عن أهم التفسيرات المتعلقة به سواء رؤيته أو شراءه أو بيعه أو دبحه كمان هنتكلم عن أهم الألوان لو شفنا دجاج بألوان معينة هنحاول برضو نجمع الألوان برضو أكل الدجاج هنعرف برضو أهم التفسيرات أولا بشكل عام رؤية الدجاج من الرموز اللي بتشير لامرأة وامرأة جميلة ولكن شوية متهورة كمان زبح الدجاج لو الرجل شاف أنه بيتبع دجاجة فمن الرؤية اللي بتدل على زواجه من فتاة بكر لما يشوف الرأي أنه هو بيستطد دجاج ويشوف أنه ميسك واحدة منهم فده مال ومال حلال هو هيحصل عليه ريش التجاج من الرؤية اللي بتدل على مال ومال نافع أو مال هيعود بمنفع على الرأي كمان الدجاج برضو سماع صوت الدجاج من الرموز اللي شوية ممكن تدل على إصابة الرأي بأزمة صحية كمان أحيانا بيدل على سماع والأخبار شوية أخبار مقلقة أو أنه هو هيكون شاهد على خلافات هتحصل بين نساء صوت الدجاج كمان أحيانا بيدل على الإلحاح المزعج من شخص يمكن هيكون قريب من الرأي كمان لما يشوف الشخص أنه بيدارد دجاجة فمعنى كده أنه بيلحق الفتيات أو بيلحق النساء أو بيتبع امرأة وبيلحقها ولكن هي مفهاش خير كمان رؤية التجاج برضو من الرموز لما يشوف الرأي التجاج فمن الرموز اللي بتحمل الخير وبتحمل البشارة سواء برزق أو خير أو استكرار في حياة الرأي أو تيسير في أمور يمكن كانت غالية على الشخص أكل التجاج أو أكل الفراخ لو كانت امرأة مدزوجة فده حمل عن قريب كمان رؤية الفراخ وأكلها من الرؤية اللي بدل على حصول الشخص على مراس أو حصوله على مبلغ كبير من المال ولكن هيحصل عليه بدون تعب أو بدون مجهود كمان رؤية أكل الفراخ الناية للأسف من الرؤية اللي بدل على سوء خلق للرأي أو أنه هو بيتحدث بالباطل عن الناس كمان لما يشوف الفراخ ويشوف أنه بياكل الراس بضحة أحيانا للأسف بيدل على فقدانه أو لشخص قريب منه أما لما يشوف أنه بياكل السدر الخاص به الفراخ فأحيانا بيدل على سفره ولكن السفر ده شوية هيكون طويل أو هيكون بعيد وهيكون الهدف من السفر ده هو المال وطلب الرزق كمان رؤية الفراخ المسبوحة أو يشوف الرأي أنه بيزبحها أحيانا بيدل على حدوث أمر سيء شوية للرأي أو لأهل البيت ولكن سرعان ما هينتهي رؤية الفراخ أو الدجاجة بالنسبة للفتاة العزباء خصوصا لما تشوف أنها لونها أبيض فده بشارة لها بالزواج والزواج من شخص هيكون طيب وهيكون ملتزم وهيكون على خلق ويسمع طيبة كمان رؤية الفراخ من الرؤية اللي بتقولها على المال الحلال أو مال من مصدر هيكون مشروع لما يشوف الرأي أنه في مجموعة كبيرة من الفراخ موجودين عنده في البيت أو الدجاج ويشوف أنه هو لونهم يعني أبيض فمن الرأي اللي بيضل على رزق وعلى رزق كتير كمان لما يشوف الفراخ الكتير برضو البيضة أو يشوف فراخ بتبيض في المنام لو كان رجل غير مدزوج فبشارة ليه بالزواج الفراخ من الرموز برضو اللي لما يشوفها الشخص يشوف أنه أكل فراخ ولكن كانت طعمها مش حالو أحياناً بتدل على هموم أو على مديونية أو على مال شوية ممكن يكون فيه شبهة رؤية الفراخ كمان للشخص المهموم أو للشخص المديون ويشوف أنه شكلها حلو وسليمة أو يشوف أنه أكلها وكان طعمها حلو فده زواج اللي همومه كمان حل ليه مشاكله وخروجه من الأزمة الفراخ الميتة للأسف من الرموز الغير مستحبة اللي ممكن تدل على محنة أو على شدة ممكن تحصل للرأي أحياناً بتدل على عدم تحمل الشخص للمسئولية كمان أحياناً بتدل على سمعة سيئة أو سيرة غير طيبة شراء الفراخ من الرموز اللي بتدل على الاستقرار كمان على التيسير في الأمور لو كانت الفرخة لونها أبيض فمن الرؤى اللي بتدل على نعم وعلى قدوم أرزاء كمان لو كانت لو شاف فراخ أو دجاج أبيض كتير فدي زرية وأبناء كمان الكاتاكيت الصغيرة لما شوف أنه بيعتني بكاتاكيت صغيرة فدول أبناء وزرية شراء الفراخ أو الدجاجة البيضة للشخص الغير متزوج ده زواجه من الشاب الغير متزوج ده زواجه من شابة أو من فتاة جميلة لها الصمعة طيبة كمان الفراخ البيضة من الرموز اللي بتبشر المرأة المتزوجة أو المرأة الحامل بإنجاب أنسة والله أعلى وأعلم رؤية الفراخ المحمرة لما يشوف الرأي أنه هو عمل فراخ أو أنه بيحمر فراخ رؤية الفراخ المحمرة من الرؤى اللي بتدل على الرزق وعلى سعب في رزق الرؤي وعلى تحصن في المعيشة كمان عن كسب مال وتحييه أرباح وتحييه مكاسب ممكن المال أو الأرباح دي يجي عن طريق شخص قريب من الرأي شخص هو عارفه أو من أصدقائه كمان الفراخ المحمرة من الرؤى اللي بتدل على مناسبات سعيدة أو مناسبات مفرحة للفتاة العزباء بشارة بزواجها كمان من اللموز اللي للمرأة المتزوجة بشارة لها بمناسبة سعيدة كمان الفراخ المتبوحة من الرموز اللي أحيانا ممكن تدل على أزمات أو على متاعب سما قلنا طبح الفرخة أو طبح الدجاجة من الرؤى اللي بتدل على الزواج من فتاة هتكون بكر تاكده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية الدجاج بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحته أنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جداً أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلام